اشتركوا في القناة شكلت هذه الحكومة نجيب ميقاتي هو رئيس على 24 وزير شو المنتظر شو اهم الاستحقاقات بطريق هذه الحكومة يعني اولا كنت ابني انا تفاؤلي على الحركة المكوكية بين الرئيس نجيب ميقاتي وفحومة الرئيس من اليوم الاول كان واضح ان هناك اصرار على التعاون عكس كل الترويج او التحاليل او الامنيات لبعض اعتاد البعض دائما قياس الشهد على الغائب كان دائما يقيس على تجربة الرئيس سعد الحريري ربما الرئيس سعد الحريري كان منذ البداية متردد يتهيى باي موقف تحديدا من المملكة العربية السعودية او يتهيى بالعقوبة كان في عوامل اكتير يعني رئيس نجيب ميقاتي جاء بظروف مختلفة كنا نتحدث عن حميسة فرنسية مرونة امريكية تريس السعودي على الاقل يعني ما كان فيه موقف واضح سلبا او ايجابا او كان دائما يتحدث بالكواليس انه بدي شوف انا شكل الحكومي رئيس ميقاتي ليس رجل عادي حتى يغامر اولا هو لا يحتاج الى اللقب هو رئيس حكومة مرتين ما كان بيحتاجه لو لم يكن لديه شعور بانه سيكون هناك تعاون من الافريقاء في الداخل وايضا لو لم يكن لديه شعور بانه هناك قدرة على نستعمل تعابيرتين غير الانقاذ فرملة الانهيار واعادة انتظام المؤسسات والحياة العامة لانه بالاساس لا يقول بانقاذ يقول بوقف انهيار معين قبل ما تبلش انت بالانقاذ تحتاج الى خطوات ممهيدة بكل الحالة هي حكومة اشهر لا تستطيع يعني وضع خطة طويلة الامد شاملة على الاخال كان كمان ايضا يستعمل تعبير انه انا بقدر الان وقف تمدد النار حتى قبل كلمة وقف الانهيار يوقف تمدد النار يعني تمدد الانهيار بوقفه على الاخال بعتقد الحكومة الان هي حكومة الممكن بهذه الظروف مع الانقسام الداخلي مع الاطراب في الاقليم الذي لم يتضح حتى الان بالرغم من كل مؤشرات التسويات التهديئات ادورة الازمات يعني اي بمعنى المنطقة لا تتجه الى صراعات كبرى ولكن حتى التسويات بعتقد تحتاج الى ممر ربما يكون الرئيس نجيمي اودي قادر بهذه المرحلة خاصة مع الايجيبية التي بدأت من القوى بالتعيون خاصة يعني كل الفرقاء ممثلين يعني بالحكومة حكومة سياسية بامتياز بغض النظر عن التسميات الاخرى لأخصائيين تكنوكرا بغض النظر حكومة سياسية بامتياز مع انه انا كنت بفضل انا تكون يعني عبر الاقطاب يعني ان يكون الاقطاب ممثلون بهذه الحكومة لانه بيتحملوا المسئولية اكتر انما الان البلد يحتاج الى حكومة السيد سامير كنت عم تتحدث من شواء عن التعاون الداخلي اللي ادى الى قيم هذه الحكومة بس هناك بمكان معين قطبة اقليمية دولية هي اللي كانت المحفز الاساسي لانه كنا عم نشوف بمكان تصلب الافريقاء على موقفهم واذا بعد اتصال رئيس الايراني ابراهيم رئيسي والرئيس الفرنسي امانويل ماكرون عادت الامور الى نصابة نمنى على ما في حكومة اعين على تفاهمات كبرى يعني الجميع الان يتحدث عن التفاهمات الاقليمية الدولية تحديدا بعد اتصال رئيسي بماكرون ولكن لو كان هناك العامل الخارجي وحده يعني بقدر يشكل حكومة سريعة انا بعتقد من اول يوم ايجا الرئيس الفرنسي ماكرون وعمل عراضة في بيروت وكان واضح تماما انه ما في كان كتير حركة اعتراضية وواضحة بس ما كانت استويت انا ذات الطبقة الاقليمية بتجاه لبنان نعم يعني ايضا هون الاستعجال على التشكيل يعني خلانا نقول نحن بالمقارنة مع الحكومات السابقة خلال اربعين يوم يعني شهر شهر ونص تقريبا يعني لما بتتشكل حكومة معناتها كانت من اليوم الاول هناك جديبا فخومة الرئيس ودولة الرئيس والتعاون كان واضح كان هناك تشكيك يعني لما يكون فيه حدا عم يحقص صورة ايجيبية كان دقما فيه تشكيك خاصة بالرئيس نجيم يقوتي انه اسير ما بعرف شو النادي رؤساء الحكومات اسير كذا لما بيكون واحد عنده استعداد يوميا يلتقي بفخومة الرئيس وينائش اولا اللعبة الداخلية بغياب خليقول التدخل الخارجي بتصير اصعب لذلك هي اغدت وقت ولكن عندما بيصير فيه خمسة ساعة ستعشر لقاء يعني هنا الاربع عشر المعارضي ساعة لقاءات اخرى نعم لما بيكون فيها معنى تفينياش جدي ولا ينتظر يعني خلينا نقول الاعاز الخارجي ميح الاعاز الخارجي بيساعد على تخفيف الضغط باتجاه لبنان شوي يعني ممكن يقدنوا مساعدات مثل حكية موعدين بس انا بعتقد العامل الحاسم كان هو العامل الداخلي الرئيس من اول يوم اجا ليشكل حكومة مش لا يناور كما كان الى اخرين واضح تماما يعني حتى لما يصير فيه خلاف على بعض الحقائب او بعض الاسماء يعني او على شكل الحكومة ما كان يعني قيلة الطرفين لا فخامة الرئيس ولا دولة الرئيس يحكس اجواء سالية بالعكس كان كانوا يطلعوا بالاجواء الايجابية دوما والافراط في هذه الايجابية كان يفوتنا بالحالة حتى باحد اللقاءات بدردش مع بعض الصحفيين استعرض هو تجربته بالالفان وخمسي قال انا بالالفان وخمسي عملت حكومة من اربعة عشر هو ما كان بيقصد انه بديلي عن النقاش اللي كان يجري مع فخامة الرئيس روحوا للاستنتاج فورا صار في اتصال بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس مما يعني انه كان الاراضة في الداخل لتشكيل حكومة وربما يعني اصبح الجميع مقتنع البلد بيحجي الى حكومة على الاقل ليعضب انتظام المؤسسات حول التفلط الفوضى الاجتماعية لاحتكار التخزين التهريب بدأ وكأنه البلد يعني يتدحرج نحو ازمات اعمق تحديدا الفوضى الاجتماعية هوني نقطتين نجيب مقاطي هو المنقذ ها اول نقطة بدأ جواب عليك شوف لا يمكن يعني ان تحمل رجل واحد مسئلة الانقاذ لا يمكن الانقاذ يحتاج الى تعاون مع الجميع طبعا بس عندما يأتي هذا الرجل هذه الظروف اللي هي من اقصى الظروف التي يعيشها البنين يعني عنده مشروع انقاذ يعني قادر يوصلنا لما كان معلوم على الاقل عنده خطة هو عنده خطة وهزي الخطة تحتاج الى تعاون مع الجميع يعني على سبيل المثال في كثير من القضايا التي اتعرقلت في السابق نتيجة المناكفات الكيدية الخلافات الانقسامات الان في مناخ يوحي بالتعاون بيعتقد هو بما له من خبرة وتجربة بيقدر هو على الاقل يعقص تجربته الان بواقع الحكومة نعم هو قد يكون رجل استثنائي في هذه المرحلة على الاقل لمجرد ان يتحمل هذه المسئولية وحمل كتلة نار نحن الان يعني الكل يعيش حماسة انه تشكيل الحكومة امام الحكومة تحديات كبرى بكرة بتبلش الاسبوع القادم بالتفاوض مع صندوق النقل بس هون طالما بتحكي عن الحماسة تجي هذه الحكومة وقبل ما ارجع لنقطة تانية اذا بتلتأب الناس وبتسألهم بالشارع بيقولوا لك ما رح تشيل الزير من البير وما عندهم ثقة بانه هذه الحكومة الممثلة فيها الطبقة السياسية ستكون حكومة انقاذ بهذه المرحلة بيقولوا لك انه حكومة احسن من ما في حكومة بس ما رح تعمل شيء حق الناس فقدان السئة بين الناس وبين الدولة وبين السلطة بعتقد مشروع يعني من هو مشكلة ولكن الان لمجرد ان تبدأ هزي الحكومة بخطوات جدية عملية يكفي ان يكون هناك ارادة للتعاون قبل الحديث عن الانخاذ هل ما في تشيل الزير من البير يعني انت جاي على بلد منهوب وليس مفلس يعني تحتاج الى الكثير من الاجراءات وجزء كبير من هذه الاجراءات سيكون قاسي رفع الدعم ليس مسألة بهذه البساطة بس دم التنهيز يعني مهد لالوري موضوع رفع الدعم حتى انه بالساعات المقبلة ما بقى في دعم على المحروقات مش عم نحكي عن ايام لانه صارت حتمية الامور يعني على مصرف لبنان لا يفتح اعتمادات وبالتالي الارضية مهدت لنجيب ميقاتي حتى ما يكون فيه نفور مع الجمهورة اللبنانية غياب دور غياب دور الحكومة المستقيلة انا بيعتقد سهل كتير من حالة التفلط لشو فيه بنزين بالدرجة الاولى يعني حجم التخزين حجم يعني تحتاج الى دولة لذلك يجب ان يكون الان المطلب الاساسي هو تشكيل الحكومة بالمرحلة التانية العامل الاساسي اللي ممكن ينعكس اجابة هو حجم التعاون بين الافريقاء انه نفس الطبقة السياسية نعم وانا اعتقد هزه الحكومة هي ممهدة وهي بالمرحلة الانتقالية ليعود التركيب السلطة اولا اللي يغدين على الطبقة السياسية للأسف يعني تلت عام ونصف لم يستطيعوا ان يشكلوا معارضة حقيقية فاعلة كل الحراكات اللي شفناها نحن لم تكن بعيدة عن السلطة لذلك انا كتير كنت استعمل تعبير صراع السلطة يعني بالعكس بتمنى ان يكون هناك في معارضة جدية حتى المعارضة الجدية الوطنية التي لا ترتهن لا الى خارج ولا الى سفارات تستطيع تصويب كتير من الامور وتستطيع ان تكون عامل ضاغط على الحكومة للعمل ولتحقيق المزيد من الانجازات الرئيس بيقوتي هل يستطيع ان يكون الان منقذ انا اعتقد اذا ذهبنا الى استقرار سياسي واحسننا يعني الخيارات او حسمنا بعض الخيارات والتي يحتاجها لبنان على سبيل المثال نحن ما كنا كتير بحاجة لاستثناء يعني اميركي من السفيرة حتى يروح وفد على السورية ويحكي بموضوع استجرار الطاقة او يعني معاودة يعني مثلا مد لبنان بالكهرباء الاردن سورية والغاز من مصر من الطبيعي دول التي دول الجوار يعني تؤذر بعضها بتساعد بعضها في كتير من المثال لو ذهبنا الى اولويات الناس وحاجات واحتياجات البلد انا بأعتقد يجب ان ننطلق من هذه المسلمات بس بنطل الاستثناء لا كنا بحاجة لاستثناء لانه سوريا هي دولة عليها عقوبات ولانه بلبنان هناك انقسام داخل تجاه مسألة سوريا وتعاطي مع سوريا اليوم لو لم يأتي هذا الاستثناء اللي بعد منه رسمه هو استثناء كلامي لانه الاستثناء بحاجة للكونغرس من اجل التصديق عليه لما كنا تمكننا من التواصل بهذا الاسلوب مع سوريا ولما كنا عرضا او كنا عرضا لعقوبات ومزيد من الحصار على كل حتى في حكي يوم امس يعني عن رفع جزء من العقوبات على سوريا اولا هذه العقوبات هي عقوبات امريكية وليست دولية هذه عقوبات احودي وليست امامية بس نحن نخضع النظام المصرفي ونظام المصرفي مرتبط بالولايات المتحدة الامريكية بشكل اساسي يعني على الاخل عندما تتعرض الدول الى هكذا حصار من حق ان تبحث عن سبل تحسين سبل العيش فكيف اذا وصل الى التجويع يعني هذا التهويل الامريكي في كل المنطقة هيا نحن نشهد انحصار لهذا الدول امريكا ربما نجحت بتسييد العالم من ال89 لل2003 وليك من ال2003 حتى الان هي تعيش مخاض وهذا ادى الى انحصار دورة في العالم حتى اوباما عندما جاء كانت الفكرة الاساسية هي كيفية اعادة ترشيد القوة لدى امريكا لان لم يعدديها القدرة على ارسال جيوشها الى الخارج على فكرة انا اول ما قال كتبته لما دخلت يعني عالم الاعلام والصحافة معركة ليبيا كتبت ليبيا اخر معرك الناتو كان يفترض بالناتو ان ياخد معركة عشرة ايام مع ليبيا الدولة المفككة النصف ميليشيوية ليس لديها لا جيش حديث ولا جيش منظم حتى كانت تعرف بيه الكتائب كتائب القزاف اضطرت ان تاخد معركة تسع شهور هيدا قوة الناتو استمرار بالتهويل حتى الان بالحكي عن افغانستان انه جرى هناك اتفاق بين طالبان وامريكا جاء تحت النار كانت الطالبان تفاود وهي تقاتل يعني انا على الاقل بتذكر اطلعت بالالفين وخمسة عش بمقابلة تلفزيونية حدست عن سقوط قندوس كان حتى الصحفي سألتني يوم تا هل يشبه السقوط الموصل يعني ايبي معنى كانت الطالبان تقاتل الامريكي خرج يعني عمل اتفاق لتخفيف خسائره فان يستمر بالتهويل على دول المنطقة وهي تتعرض الى تجويع وانا هان لا اتحدث عن حسم الخيارات بان تكون شرقا غربا انما حاجة البلد الان لان يستمر بالعيش اذا كان هذا الاستهداف السياسي والذي ادى الى تطويق البلد يعني لما بتقول احنا بنسمح يعني انتم مانعين هذا ردا على اللي بيقولوا انه لا ما حدا عامل عقوبات وما حدا مطوّق طيب انا بدي اقول لك لو مشت ومنسمح العقوبات على سوريا منسمح يعني احنا في عقوبات على سوريا حتى لبنان ما يصير عرض من جديد للعقوبات بدنا نعطي الاستثمار لبنان لا يقدر يستجر هذه الطاقة يعني للعقوبات منذ بنك جمال وكان يبلش حتى بالاعاث للقوة السياسية بس في عندك رأي عندك وجهة نظر بتقول انه اذا في عقوبات فعليا ما كان بيفوت لعنا النفط وما كان بيفوت لعنا الغاز وكنا محاصرين من كل الجهاد وما كان بعد فيه امكانية لندخل الادوي يعني باعتقد يلي عم نحاصرنا هنا نحنا عم نحاصر حالنا بنظامنا باحترامنا لا لا باعتقد لو كان هناك قرار وطني حاصم لا امريكا ولا حدفية حاصرك انا بدي اذكرك تماما كان القرار عند الامريكي عند ترامب حديدا انه يجب يعني ان تتحول العقوبات باتجاه ايران الى الخنق وان تكون الصادرات زيرو صفر شو اللي كان استطاعت التفلط من العقوبات يجب ان لا تستسلم انت بالاخر طالما تتعرض يعني انا بدي اسألك لو كان هناك تسهيل التفاوض البحري كانت استمر هذا الضغط بالرغم من انه بديك الفترة شفنا يعني وانا اعتقد حتى الان المفاوضات مع صندوق النقد ستكون صعبة جدا لانها تحتاج الى فاتورة سياسية انما الضمينة الحقيقية هو التعاون الخارجي هو يعني خلينا نقول اكتر من التعاون التضامن وحسم الخيرات السياسية ودفع البلد باتجاه الاستقرار السياسي هذا الذي يشكل ضمينة وحصانة ومنع للداخل اللبناني انما الاستمرار بحولة الانقسام والتهيب الامريكي انا ما بعتقد مجدي نحن كان يعني يفترض حسب الرغبات الامريكية من سبعة عشر انه البلد ينهار كيف استطاع ان يصمت كيف استطاع ان يتغلب على الازمات يعني حتى لو لم يتحدث سماعة السيد البلد منهار البلد شو نحن عايشين يعني عايشين ببلد يفقد كل مقاومات فيه المواطن مقاومات العيش ادنى مقاوماته حقه بالضبابة حقه بالمحروقات حقه بالتنقل حقه شو منهار لم يسقط وعلى الاخل ما في جزء كبير منه لهذه الازمة مفتعل ما في جزء كبير منه مفتعل التخزين منه مفتعل الاحتكار التهريب الآن ستنجح الحكومة بغطة هذه الامور يجب ان تنجح يجب ان تنجح احتكال حكومة نجيب مقاوماته انها تنجح على الاقل على الاقل بما يتمتع هو كشخصية وخبرة وتجربة نعم هو قادر ان يتجاوز جزء من هذه العقبات بعلاقاته مع يلي يسببوا بهذا بهذا الافتعال للازمات لانه الافتعال داخلي كمان اذا ما نعتبر فيه افتعال ربما غياب الدولة غياب الحكومة نحن سنة وشهرين كلما ترجعت السلطة المركزية وكلما كان هناك حالات تفلت اكثر على الاقل استيعادة حيبة الدولة واحد من الشروط والرئيس نجيب مقاوماته قادر ان يلعب هذا الدور حتى اذا شفته انت ما بدي سمي تفاوض بالحوار مع فخومة الرئيس كان الاعتقاد انه سيكون صعبا وهناك شروط ومحاصر واسير ما بعرف شو شفت اديش هاي دي المروني هاي دي التعاون بتعرف التعاون مع رؤساء التلاتي شو بيعمل لبنان عنده قدرة على النمو السريع نحنا بلد صغير انما غياب الدولة غياب السلطة والحسابات كمان الديقة صغيرة عند القوى السياسية انا بتقدير يعمق الازمة نحنا بلد نحنا بلد منهوم مش مفلاس لم نصر الى الانهياء اليوم الناس استير سامير كل اللي عم تسأل عنه بموضوع الحكومة رح يصير في عنا بنزين رح نوقف نوقف بتوابير الذل رح ترجع الضوء علينا الكهرباء الدواء رح نرجع نلاقي دواء بالصيدليات هيدا اسئلة المواطنين ما بقى على المواطن قد نشي عنده صار يسأل هذا السؤال ما بده شي تاني بقى من السلطة هيدا السؤال الطبيعي والمحق للمواطنين كنت عم كفلك على العقوبات يعني عندما تحدث سمحت السيد انه جاي البواخر لماذا امريكا استعجلت فورا وسمحت بالمرور قلني بتسكير الامريكية على الوسع على الأسلوب اللي اعتمدته نعم هيدا الدول إذ لم تكن ندا وحاضرا وقويا الكل يعني بيتجاهلك وبحاصرك انا بعتقد اليوم لمجرد ان تبدأ الحكومة يعني كتير انا بيسألوني خطة الحكومة مشروع الحكومة انا بعتقد اللي تفضلت فيه هدول الاف بي اولا يجب ان تستعيد الدولة انتظام مؤسساته وانتظام الحياة العامة اثنان يعني خلينا نقول الاحتكار اللي كان موجود التخزين كل هذي المسائل نحن الآن مطلوب منها هو الشكل يعني التالي ان نبدأ من يعني المكان الاكثر الامن للمواطنين وهذا الدولة بتقدر تعمله فيه امكانية يتوفر مساعدات في حكي من صندوق النقد بحدودة 800 مليون البنك الدولي بعتقد 300 يعني بيشكلو لك الآن بداية منيحة حالة فيه تفاوض عاجل مع الكويت كمان هذا مش الكهرباء القديم الجديد فانا بعتقد من الآن حتى الشهرين القادمين بالرغم من تلك رفع الدعم سيشكل صدمة قاسية للمواطنين بس ولك على الأقل اتبطل العالم توقف بالصف أمام الأفران أمام الحقوات منه صدمة قاسية يعني المواطنين بأجواء رفع دعم يعيشون رفع دعم المحروقات المزود بطل في على دعم يعني عم نعيشها بيوميتنا بطلت صدمة إذا كان مطلوب نخدها بالتلقية ما أخدناها نخدها هلا بإتجاء إعادة ترميم يعني يعني المؤسسات هو بالأساس هذا الاقتصاد الوهمي اللي عشناه من 92 يعني دفعين إحنا يمكن 23 24 مليار حتى نحمي الليرة شوفها الكسبة الكبيرة هو ما كان ألف وخمسة من الطبيعي الآن بعد فشل كل تلك السياسات الاقتصادية اللي أنا لأن تعيش على الاستدانة حتى أنا موضوع صندوق النقد أنا ما بحبزه ولكن خيار موجود ما فيه خليني اعتبره مؤقت الآن على الأقل لاستعادة المؤسسات لترميم الدول على الأقل الآن بس يجب أن يكون هناك فيه بدائل حقية وجدية يعني على سبيل المثال ترميم محططي يعني الزهروني ودارع مار وتحويل نضغري هلأ إلى الغاز بيعطونا بيعطونا نص الكميل اللي نحن هلأ بحاشة استجرار نعم وني طالما حكيت عن الزهراني ودارع مار اليوم صباحا في معلومات تقول أنه ابتداء من الغد لا محروقات في الزهراني ودارع مار بالتالي العتمة الاتية لمحالها أول اصطدام لا لا خليني اقول أنا نحن عنا اسبوعين قبل ما تنتظم الحكومة لأ طبعا ولكن أنا عملك شو يعني نحن عتمة طالما حكيت عن الموضوعين لأ أنا عم بحكي عودة تفعيلهم وحتى توسيعهم لأنه هني بعتقد بيستوعبوا أكتر من 300 ممكن وصل إلى 800 يعني ميجاوار بعتقد وحتى بعتقد دارع مار يعني يعني أنت تحتاج بسش لشوية مساعدة لترميم هيد المحطات بتعطيك شوية يعني كهرباء بيكون موضوع الأنابي بعبر السورية إذا فيش متضرر كمان أو شبكات الكهرباء بين الأردن والجنوب السوري إلى لبنان عنا شهران بعتقد بدك ورشة كبيرة يجب أن يكون هناك فيه إيراضي حقوقية على الأقل يعني يجب أن نعطي الحكومة فرصة على الأقل يعني يجب أن لا نكون 100 يوم 100 يوم بيكون خلصت يعني يعني ما لازم يكون في فترة سماح طويلة لهذه الحكومة شوف على الأقل أنا بعفل الرئيس نجيم ميقوتي منيح يعني شغيل ويفترض بالآخرين هلا ما بنا نحكم عليهم يعني على الأقل في نظم حقيقي بالحكومة هو الرئيس نجيم ميقوتي بيقدر يشغلهم أنا بعفل الأمل بشكل أسيسي عليه لأنه أنا يعني رح يكون فيه اجتماعات سريعة على مجلس الوزراء لن يكون هناك فقط جلسة واحدة بالأسبوع لن يكون هناك عملية شدة حبار سياسة داخل مجلس الوزراء من أجل إفشال جلسة أو إسقاط مشروع أو اعتكاف لرئيس نجيم ميقوتي على سبيل المثال ما كان بيعمل 14 يعني زيارة مكوكية لو كان فيه نية لا الاعتكاف أو لشي تاني هاي دي الحكومة جاية لا تشتغل والتعاون الذي يعني أدى إلى ولدت أنا بأعتقد شهر ونص رقم قياسي منيحي يعني بالمقارنة علما كل القوى السياسية كانت تقاتل على حقيبة حتى ما حدا يتعفف يعني في محلات لا فخمت الرئيس الوعلاء أو لنجيم ميقوتي الوعلاء وقلت لك يا هاي الكن شارت بهذه العملية والكن كان يحقاب ربما هني كانوا بواجهة المشهد ولكن الجميع كانوا يقاتل على حقيبة السمير طبعا المتيار المرد كان عقل نبيه بر قاتل لوزن كله قاتل على تغييرات اللي طرحت عليه يعني الجميع كان يحط على حقاء معين بهذه الحكومة لذلك يعني بيعتبر أنا وقص وقت قياسي بالرغم من الظروف يعني أنت لست ببلد مستقر حتى تشكل حكومة بـ 48 ساعة لا يوجد توافق بين القوى السياسية لا يوجد بالعكس أنا بيعتقد تموضع وبكرة هي حكومة أفضل الممكن هي حكومة أفضل الممكن ولكن أنا أعتقد في حال نجحت واستمرت تعاون ممهدي لانتقال لبنان من مرحلة إلى أخرى تتلاءم مع التحولات التي حصلت في المنطقة يقول رئيس نجيب ميقاتي نهار التشكيل بتسريبات أو كلام صحفي أن هذه الحكومة لا ثلث فيها لا ثلث معطل فيها من ناحية تانية الطرف الآخر لا يتحدث عن ثلث ولكن الصحفيين ومن يقرأ في الأسماء يعتبر أنه رئيس عون انتصر بالحصول على الثلث الضامن في هذه الحكومة فيأتي الجواب أنه نجيب ميقاتي عنده الثلثين أولا إذا تحدثنا بخلفيس نحن سيئة سلبية ندخل في هذه التفاصيل فيه تلت ولا ما فيه تلت أنا على فكرة أسألته هذا السؤال الذي أنا طالع أتعاون مع فخمت الرئيس يعني أنت كمال لكن عندك نية سيئة لا لا يتداول هذا الحديث يتداول هذا الحديث تلو أنا عن موضوع الثلث قالي تلت ولا ربع أنا طالع أتعاون مع فخمت الرئيس ما نتعلق مشكلت معه نحن نريد يعني أن ننتج حكومة تستطيع فرملة الإنهيار بس اليوم بالحجرس السياسة فيه ناس تتحدث عن انتصارات يعني فيه ناس تقول انتصر انتصر فيه ناس تقول انتصر نجيب ميقاتي شو بقي من البلد حتى ينتصروا على بعض شو بقي من البلد شو بقي من البلد مش الحكومة أحد الطابعة السياسة وهي عملية تحاصل في نهاية الأمر استطاعت أن تحصل على إجماع داخلي في نهاية الأمر عندما الآن نتحدث يعني هي دي الهرطقة على السلس فخمت الرئيس هو رئيس كل السلطات والرئيس نجيب ميقاتي يجب أن يشعر بأنه كل الوزراء في الحكومة يتعاونوا معه نحن الآن لا نشكل حكومة على أساس الكيدية أو النكد أو الخلافات الآن في مصلحة أن يشعر الجميع بمسؤولية أنخاذ البلد أو على الأخل التخفيف عن الناس لذلك يعني الحديث دائما هو للتشكيك حتى بتذكر يعني طيلة الزيارات وكان هناك تشكيك يعني أنا أكتر من مرة يعتبروني أنه يخيشوا هالإيجابية يعني أنت بتبدي إيجابية بيأتي جاءتنين إلا لأنه مسار الأمور ريح بهذا الاتجاه نجيب ميؤتي رجل دولي وليس رجل لا تحصص ولا تلك المعطل ولا يفتش عن تحسين موقع له يدرك تماما حجم ردات الفعل السلبية عندما تبدأ الأصلاحات يعرف ولكن هو الأساس عنده هو مصلحة البلد عندما يكون لديه هذا الشعور والتعاون طبعا إذا كان هناك من كان يريد تطويق فخامة الرئيس ومحصرته أكثر رئيس نجيب ميؤتي ليس كذلك خليه نعمل يلعبوا حساباته هو كان يبحث دائما عن الطلاقي شوف تجربته بالحكومتين بالحكومتين بالأفوان وخمسة كان هو أحد أهم الأسماء يعني في المدينة اللي ممكن يخوض الانتخابات النيابية قالوا له أنه فيه إمكانية تعمل حكومة البلد على مفترق طرق وقد يدخل نفق مجهول حكومة يعني اللي تعبر بالانتخابات قبل ونقى بنفسه عن عن الانتخابات النيابية وقاد المرحلة وكانت صعبة كانت الصفات بالألفان وعشر ودعش بالألفان وعشر ودعش جاء بظروف مختلفة لا طبعا طبعا قاما قبل ما تنفجر الحرب السورية لأنه في ناس شعرات النأي ومن نأي لا بس مثلا إذا نرجع للألفان ودعش البعض يقول أنه بالألفان ودعش كانت العلاقة بين نجيب ميقاطي وأنا ذاك رئيسة كتولة تغيير والإصلاح ميشيل عون كانت علاقة سلبية ما كانت علاقة إيجابية لقد النظر هو في تلك المرحلة عمل حكومة ثم انفجرت الحرب السورية تغير المشهل والتهم بإدخال النازحين كان المزاج الشعبي كان المزاج الشعبي والخوة السياسية اللي معروفة كانت أكبر من الكل بتلك المرحلة بالعكس هو حاول أن يطرح مسئلة النأي على أن لا نكون جزء من لعبة المحاور هو بطريقة إيجابية وليس سلبية هو كان يعتقد أن كل تلك التدخلات لن تغير شيء في الوقائع هو حاول لكن انفجرت كل المنطقة بالعكس وطلت سنتين أو ثلاثة بالحكومة يعني كان لبنان الدولة الوحيدة اللي خارج العاصف يعني كانت كل المنطقة طب اليوم بتأتدخل السيد سمير بما يتعلق بالآن أنه المنطقة رايحة إلى استقرار ونجيب ميقاتي بعدما كان هدى لبنان في 2011 اليوم سيدخل لبنان إلى الاستقرار النسبي مع المساري اللي تسلكه المنطقة أولا كل الذين كانوا يتحدثوا في السابق عن انزلاق البلد باتجاه الحروب وما شابه ذلك رجاء لذكر أنا كنت أقول لا توجد بيئات في المنطقة تشجع على الحال بس بعد في السيناريوات يعني بعدما انتهت الأمور هون هناك من يقول أن الأسوأ لم يأتي بعد على لبنان واللغانيين خلص الأسوأ نحن الآن نحن الآن دخلنا في مرحلة الترميم خلص الأسوأ نحن الآن أمام لحظة تاريخية فاصلة كل المنطقة دخلت الآن مرحلة التأسيس ربما نحن نقوم في مرحلة انتقالية إنما المنطقة دخلت في مرحلة تأسيس لما ستكون عليه المنطقة لاحقا إذا بتشوف أنت مؤتمر الشام بالعراق دول الجوار هي على فكرة على الأقل لإدارة أزماتها أو حتى لا تبقى داخل دقرة التوترات شوف يعني على سبيل المثال الدور الأمريكي انحصاره في المنطقة هو حقيقة هو ليس استعراض يعني ودربت لك مثال أنا بأفغانستان وسيكون لاحقا في العراق هنا رح يولى قوة انحصار ولكن ليس هزيم من يملأ عندما نتحدث عن حصار لن نتحدث عن أفول وعندما نتحدث عن انتصارات لمحور المقاومة لن نتحدث عن انتصارات جلي إنما تكريس لواقع وعادة التسويات بتصير بين المنتصرين من سيملأ الفراغ يعني على سبيل المثال كانت أمريكا وحيدة في المنطقة الآن تتشارك مع روسيا والصين وتركيا وإيران تتشارك الآن الأمريكي يصارع على أو يزاحم على النفوذ وليس على استعادة النفوذ وهذا قرار أمريكي يعني على فكرة عندما طرحت أمريكا أولا ليس تعففا يعني إنما كان لتدخلات الأمريكية والحروب في العالم تدعيات كبيرة وهذا أضر بأمريكا كثيرا الآن العودة إلى الأممية يعني جو بايدن على خلاف ترامب الذي أراد إحياء الإمبريلية الوطنية أي بمعنى أمريكا أولا الآن عودته إلى الأممية يحتاج إلى الترميم وليس إلى الحروب يعني أنا دائما بعتبره الآن هو مزاحم على النفوذ لم يعد يقود المنطقة حتى إذا شفتوا بمعركة سيف الخدس كان أكثر ارتباكا تسمح لي بتعتبر أنه قبل ما روح على فاصل وقبل ما كفب موضوع الحكومة بتعتبر أنه لبنان اليوم هو جزء من محور المقاومة أو أنه لبنان بعد لم تحدد هويته النهائية وسيبقى موقعا للتوازنات وليس موقع لانتصارات شوف الحديث عن يعني استعمال الصلاح واحد لأنه جزء من محور المقاومة بعتقد التعبير ليس دقيق نحن جزء من المحور العربي في الصراع العربي الإسرائيلي نحن لدينا قضية أساسية مع العدو الصهيوني بفلسطين هذا منا خليف منا موضع خليف ولا حتى العرب يفعل فعليا فسوشهة لبنان أين هو لبنان 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 هو كان دائما خليني سميه الوسيط بين الشرق والغرب وهذا الدور سيبقى وسيط بين الشرق والغرب يعني لا انتصارات في لبنان لطرف على آخر الآخرين كانوا يقلدوا لبنان يعني شوف لما بلاش لبنان يفقد مقاوماته السياحية مين ورده مثلا خمس دول دغري أبروس تركيا شرم الشيخ دوباي الآخرين يقلدون لبنان فقد مقاوماته مش عندما بدأت السياسات الخاطئة بـ 92 من الحرب الأهلية كنت أعتقد أنا بعد الحرب الأهلية كان يجب أن يكون للبنان كمانا من بعد الحرب بـ 96 هذا المخاض الذي عاشه هذا المخاض الذي طيلة السنوات والأقود اللي عاشه هل استطاع أحد أن يعني يجري تغيير كما يدعي الآخرين أنه شكل لبنان الحضوري لبنان بتنوعه يعني أعتقد أعطى صورة حضورية ثقافية بيروت كانت يعني أستاذ سمير لا يمكن تغييره أستاذ سمير لا يريد حزب الله ولا يريد إيران أن يصبح لبنان دواجة فارسي لماذا؟ يعني شو بتستفاد؟ شو بتستفاد يعني؟ لا تستطيع الدول أن تبدل ثقافات شعوب دول أخرى لا تستطيع بأسواليك هو من ينتصر يفرض شروطه إذا كان حزب الله هو المنتصر فأنا حزب الله سيفرض شروطه أعطول أنا بحاول أعمل مقارنة مثلا أين صرف هو انتصاراته في لبنان أنا أعتقد هو استثمار قوته في المنطقة أقوى بكتير بالعكس في لبنان أضعف يعني إذا بتشوفه حتى الآن خلينا نشوف أيديه بالمشتقات النفطية لا يستطيع إلا أن يكون جزء من هذا البلد بكل تلوينه ما بيقدر ميسته لهذا البلد مين يدو غيره يعني الإدعاء دائما يعني حتى بتسألك سؤال يعني بسنوات الحرب خمسة وسبحين ستة وسبحين كمان كان في وجهة نظر هناك أنه هناك من يريد أن يلطحك بالغرب وكذا هذه عدة الشغل يعني سيبقى لبنان ذو وجه عربي معتدل ببطل لبنان دون ذلك ببطل لبنان بيقدروا علينا مسئلة المقامة ضد إسرائيل ما تيقدروا علينا هذه مسألة تاريخية بالنسبة لنا ما يعني وبالعكس تخلي العرب عن القضية الفلسطينية أضرة وأخرجها بس العرب لم يتخلوا عن القضية الفلسطينية ولكن بنهاية المطاف قد تكون التفاهمات تفيد القضية الفلسطينية أكثر من محاربتها بالسلاح ومحاربتها بالأسلوب اللي كان قائم فيه استراتيجية تغيرت بس العضية بعد مركزية لا تخلوا عن القضية الفلسطينية وحاولوا تغيير كل خارطة المنطقة وحاولوا من خلال التطبيع ويعني معارف بالفعوضة الربيع العربي إخراج القضية الفلسطينية من الوجدان العربي هناك ولكن ليس جديدا هؤلاء تاريخيا هي سرعات فلسطينية من أخرجت هذه القضية من الوجدان العربي حتى الدول حتى الدول التي شنت عليها حرب الربيع العربي كانت تقف إلى جانب القضية الفلسطينية أردوا تأديبة يعني مشان هاك الآن استعادة هذا الدور وهذه القضية هو مسألة أساسية بالنسبة لدول العربية حتى تعود إلى المشهد العربي الآن هل يوجد نظام عربي رسمي؟ وين هو؟ لا الطبيع بيخدموا يعني على فكرة ولا قنون قيسر بيخدموا لا صفقة القرن بتخدموا هذا الشعب الذي حفر بسخر بحثا عن الحرية ما فيك أنت يعني تقصطو حقه بالحياة ما بتقدر سأعود إلى الحوار مع السيد سمير الحسن المحلل السياسي ولكن بعد هذا الفاصل استثمير الحكومة تشكلت بخمسة وأربعين يوم اليوم غدا تجتمع الحكومة لوضع اللجنة الوزرية تشكيل اللجنة الوزرية التي ستقوم بوضع نقاط البيان الوزاري وصياغة هذا البيان الوزاري معقدة الأمور بهذا المجال أو كما كانت الولادة في بعض الخطخضاء ولكن أتت سريعا سيكون الأمر بالنسبة للبيان الوزاري يفترض أن لا يكون هناك يعني عقبات أو مشاكل يعني الإسراع الآن يعني الناس تحتاج إلى عمل إلى ترجمة فعلية لذلك يعني حتى بعض الوزراء اللي عم يغضوا عليهم هلأ بلشوا بالتصريح روحوا اشتغلوا يعني تركوا هالمسألة البيان الوزاري شو يعني يفترض يكون صفحتين أنت عم تحكي هلأ عن أربع خمس شهور حتى التفاوض مع صندوق النقد يعني الآن يعني ما بقدر يستكمل للآخر يعني ولكن يجب أن تبدأ من محل موضوع الكهرباء هيك معلوماتي يعني على الأخل فيه كان فكرة جهزة عند الرئيس بيقطي ممكن يبلش فيه إعادة شوية تغزية تأمين المحروقات لأنه حكم مصرف البنان أو حتى شركات الاحتكار أو الوكالات عن ما جمعوا ملايين ملايين الدولارات كانوا بقدروا شوية يضحه اللي صاروا بدلاً يقاطلوا على السعر وارتفاع للتسعير بعتقد هذي المسائل فيه إمكانية لتجاوزة بش عم بستسل الأمور الواقع تير بائس بالمعنى لش اسمه والخلل السياسي أقوى لا طبعاً بس أنا عم بحكي بنقطة البيان الوزارة وإمكانية أن يكون سريع يعني يفترض تكون الأفكار حاضرة وجهزة مهام هذه الحكومة كوبي بيست عن سابقاته واضحة ما بعتقد يعني بما يتعلق بالمقاومة وموقع المقاومة ودورة سيقصى عن البيان الوزاريش إسرائيل تحتل يعني أرض لبنانية ولا لا تحتل بالعكس الآن إحنا أمام التنقيب نحتاجه أكثر تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الفراضية والصيغة شوف أي حكومة تتشكل اليوم نحن بدنا بحاجة لجميع تعاون جميع شوف لألك شغلي لو أنت ما بتتمتع بهذه القوة كينوا مدوا إيدهم على التنقيب وبلشوا هذا شيء أكيد بس اليوم في خليف داخلي وفي خليف أقليم الدولة استثمر عوامل القوة عندك ما بيصير أنه في فئة لأنه ريكب عقلة بيريهانات خارجية كل شوي بس ستستمير كمان ما فينا نتحدى المجتمع الدولي بنقطة المقاومة ما نتحدى حدا إلنا حق إلنا حق بس نحن اليوم لما بنروح نطالب بالمساعدة بدنا نطالب بوضع اليد بيد اللبنانيين من يحمي مياك من يحمي خيراتك من يحمي غازك من يحمي نفطك طب رح تكون الصيغة الصيغة المقاومة بالبين الوزاري ستكون نافرة أو ستكون هيك شكل من أشكال اللغة العربية بس أنا إذا بتقلي أنت عندك عامل قوة يعني أنت قالت أنا حجيب ميزوت إيراني دغري أعطوك استثناء يا أخي الدول الدول بتستثمر بعوامل القوة شوف تركيا تستثمر بالجغرافيا دولي جسور بكل كل القارات حولها تستثمر الواحد بيستثمر بعوامل القوة فإذا صار في حاجة فإذا صار في حاجة يعني في تبدل مش على قصة النفط الإيراني في تبدل أمريكي دفع بهذه الدول إلى التعاون مع سوريا شوف أولا يعني عندما تكون هناك خروقات استرائيلية يومية يومية تحضروا الأجواء وبيروحوا هذا بطريقة غير مباشرة تحديد لك إذا بتفكر حتى أنت تنقب إلى الغاز إذا حتى الآن لم يتم تسليح الجيش وأنا بعتقد عنده قدرة هذا جيش يمتلك عقيدة وطنية إذا ما صلحته أنت بأسلحة حديثة على الأقل دفاع جوي تتصدى فيه للاختراقات يعني يجب أن تستسمر بكل عوامل المقاومات وليس المقاومة يجب أن يكون شوف الآن أفضل نموذج في العالم قد لا تكون هي الدولة الأقوى بس أفضل نموذج في العالم تعرف سويسرا كيف تحمي حيادة تعرف سويسرا عند الجيش الشعبي والجيش النظامي الآن بيدرسوا هذا النموذج لأنه كيف عنده قدرة بآن واحد يعني يعني أنه التعبئة مثلا عند مقاومة كل الجيوس التي تخوت حروب وطنية يجب أن يكون لديها قوات أنصرية هذا صح بس عنده حيادة إذا بدنا نروح على سويسرا الحياد يحتاج إلى قوة طيب الحياد قوتنا موجودة بس عندنا قدرين نعمل حياد إذا كانت القوة بالمقاومة والجيش قدرين نعمل حياد مش قدرين نعمل حياد لأنه نحن أسرى التجاذبات الإقليمية والدولية اللي بتنزل على عرضنا والتعديات عندما لا يتعدى أنت حدودها يعني تحتاج إلى عوام القوة الدول اللي بتحفظ سلامة بتكون دول قوية نحتاج نحن هو صار المشكلة الآن بالبيان الوزاري ولا لقمة العيش طب برأيك بالبيان الوزاري طالما عم بتقول لي صار المشكلة أو لقمة العيش إذا لقمة العيش هي الأساس بهذا البيان الوزاري ما مفروض يكون فيه صعوبة بسياخته الجميع مفروض يكون متفقين على العناوين الأساسية والبالزة تحدثت منذ البداية يعني شكل التعاون من اليوم الأول هذا بيحكس أنه سنكون أمام إرادي حقيقية للعمل معاً وسوياً الرؤساء الثلاثة أنا بأعتقد حوالة الانسجام إذا يعني يعني هلأ متوفرة أنا ما بدي شو اسمه كملات القدرة على الإنقاذ نحن يعني لسنا ببلد ميقوس منه كل ما في الأمر حصل عاملان العامل الأول هو كان له علاقة بالضغط السياسي وتفرع منه الاقتصاد اثنان الفساد والهدر كررت وحرجع هيدا نحن لسنا بلد مفلس بلد منهوب يحتاج إلى إعادة انتظام وهذا الانتظام يحتاج إلى حكومة هل حكومة قادرة أن تستعيد السيقة مع الناس عبر مجموعة إنجازات يعني شوف لما بيحكوا عن التكنقراط وعن الأكاديميين وكذا قد تبدأ أنت بخطوة متواضعة ولكن جدية تستطيع أن تستعيد سيقة الناس نحتاج إلى بعض الاستقرار السياسي ما جرى طيلة يعني من 17-20 حتى الآن حالة من التموضع والانقسام كان ممكن أن يؤدي بالبلد إلى فوضى اجتماعية قد تتطور وتصير أمنية نتيجة فقدان دور الدولي برأيك نموذج الفوضى اليوم بات ورانا؟ حتى في السابق أنا كنت أرفض الفوضى الاجتماعي لا لا ظروف البلد صعبة جدا ظروف البلد كثير صعبة كل ما تحدثت فيه أنا من يعني آمال بسرعة الأنقاذ وفرملة الانهيار والحصول على مساعدات قد نكون نحن المرة الأولى التي نحتاج فيها إلى مساعدات عربية جدية باعتبار أنه نحن بحاجة لمساعدات عربية أين هو موقع المملكة العربية السعودية كيف سيتعامل نجيب ميقاطي مع المملكة وكيف ستتعامل المملكة مع حكومة نجيب ميقاطي لا يمكن استثناء المملكة العربية عن المشهد اللبناني وعن فضل المملكة على لبنان وضرورة أن تكون لعب بارس في مساعدة لبنان على الأخير الرئيس نجيب ميقاطي تحدث بأنه سيقوم بجولة عربية وخالجية تحديدا حتى الآن المملكة هي بموقف التريس أنا ما بدي أقول السلبي تنتظر ماذا؟ يعني على الأقل كان بدي تشوف شكل الحكومة أعتقد كل الوزراء في الحكومة ليسوا أسماء نافرين ما في أي إيجابية تبلغ زبزبية إيجابية تبلغ رئيس نجيب ميقاطي من قبل مبعوثين أو مفادين أو حتى السفيرة السعودية في لبنان لا رأي حتى اللحظة؟ إذا بتشوف أنت موقف المملكة من عشر سنين هو يعني ابتعد على الساحة اللبنانية من عشر سنين منذ أن سحب الوضيعة بس كان دائما عندما تتشكل حكومة يكون هناك رأي أو على الأليف لا أصلاح أن يقول أننا ننتظر ماذا استفعل حكومة لبنان أن يكون هناك موقف سلبي خاصة شخصية الرئيس نجيب ميقاطي قادر أن يلعب دور يعني وصل ما انقطع في السنوات الماضية على الأقل على أوتو التاريخية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وهو شخصية موصوقة بأعتقد قادر أن يلعب دور كبير جدا الآن كل دول المنطقة أعتقد خاصة مع المرونة الأمريكية يعني للأسف بعض الدول بيشوفوا الموقف الأمريكي كلما تراجع الموقف الأمريكي هن بيكونوا يعني أنبموا شوي تسمح لأستاذ سمير برأيك زيارة السفيرة السعودة إلى عين التيني السفير وليد البخاري زيارته إلى عين التيني كانت رسالة إيجابية سعودية تجاه الحكومة لأنه قد تتقبل ساعات من عملية التشكيل يعني على الأقل خلينا نقول أنه نعم كانت بإطار إيجابي على الأقل كانت بإطار إيجابي يعني بتفسرها بهذا مش بتفسرها بأنه كانت محاولة لتبليغ المسؤولين وللأ نحن ما نراضين على شكل هذه الحكومة كان في حرص من اللقاء اللي عملوه الأمريكيين الفرنسيوية مع المملكة العربية السعودية أن يكون هناك نوع من المساعدات كان الحجي أنه ما في حكومة ممكن نحن تكون عبر مؤسسات المجتمع المدني أو ما أعطلش بيسموهم جمهورية الجمعيات مؤسسات المجتمع المدني كان الجميع يقول في حال توفرت إيرادة لتشكيل حكومي الجميع سيخدم مساعدة هل من الجانب الآخر ما نوطى بشروط سياسي أكيد من الجانب الآخر المملكة العربية السعودية لا حتى عند الأمريكان وعند الفرنسيوية بس الفرنسيوية مش كانوا سابقا بلغوا المعنيين أنه أول ما تتشكل حكومة هنن رح يكونوا مساهمين بمساعدة سريعة من أجل حل حالة الأمور دورا حتى بتشكيل الحكومة أكبر مما يروز لأنه اللي بده يساعد أنا بأعتقد عندهم هن قدرة عندهم نفط كان ممكن يجيب لنا لأنه هو دائما يتحدث عن تشكيل حكومة وطبقة الفيزدة وتحديد من هون ومن هون بكل الحالات خلي يعتبر أنه إنجاز الحكومة اللي بتخدمه بالانتخابات هو كان بحجي لهذا الإنجاز ولكن أنا لا أعتقد بأن المبادرة الفرنسية هي من شكلت الحكومة قد تكون عامل حتى هن اللي بيتحدثوا عن الاتصال معه لرئيسي هذا بيأكد أنه ما وحده لو كانوا فرنسيين وحدا قدرين يعمل حكومة كانوا يعملوا أول يوم أنا بأعتقد ومصر أن العوامة الداخلية كان لها الدور الأبرز يعني الإراضي كان لدى القوى السياسية هو اللي أدى إلى ولاية الحكومة بكل الحالات يجب أن يكون هناك مساعدات سريعة وفورية على الأقل أنا أقول قبل انتظام المؤسسات لأنه فيما بعد المؤسسات من خلال خاصة لعب دورة الأساسية بإعادة عجلة الدولة خاصة يعني بإمكان الأسبوع القادم في مفاوضات مع صندوق النهد وإذا أجل شوية مصاري بس أقول أنا الآن حتى هاكي نمشي الحال لدينا مشاكل المدارس عن مشاكل المجدقات النفطية الكهربائية كل هذه يعني حتى على مستوى القطاع الصحي يعني الفدوية طبعا طبعا يعيش الأسوأ القطاع الصحي وفي سئة حسن موضوع الثقة كل القوى السياسية يعني بعد اليوم في عندك بعض الأفراد في تيار الوطن الحر يقولون بانتظار مشروع الحكومة هلأ مني حدا بالسياسي مع أنتم حكومة كل القوى السياسية بالحكومة معلش يعني مبلش يعني من هلأ نزيد على بعض ما بسط الطيار الوطن الحر كل القوى كل القوى السياسية لديهم ممثلين لشانك تلك بالبداية كنت أتمنى أن يكون الأصيل وليس الوكيل حتى يتحمل المسؤولين وبشرع قدام الناس لديهم مسؤولين بس معهم تجربة سياسية هؤلاء الأفراد يعني تجربتهم هي تجربة تكنقراط أو تجربة بيروكراطية ما حكون سلبة يعني أنا أنا ضد فكرة التكنقراط بعتقد كل الحكومات في لبنان هي حكومات سياسية وليس بالضرورة يعني أن يكون السياسية طبعا أو شيء عاش تلف شهادة التجربة العملية الخبرة تلعب دار أكثر خاصة ببلد مثل تحكيت لبنان أنا أعوى الأمل على خبرة الرئيس نجيب ميؤتي قدرته على وضع إيليات عمل يقدر يشغلهم هاك بصراحة يعني أنا تعوي الأمل يعني هو يقدر وقال لأنه إذا أنت ما بتفهم الواقع لبنان يجي من بره أنت ما عندك أنت عطل تقني بشركة ريح جاي بأخصص يصالحه يعني باعتقد الأزمة السياسية بامتياز يعني وحتى هني هذا الوزراء هذه حكومة سياسية بامتياز يعني طب شو برأيك حجم الثقة اللي رح يكون رح يكون رقم مرتفع يعطي زخم لحكومة ناجب ميقاتي أو رح يكون هيك رقم على الحف بيسمح للعمال ولكن ما بيكون فيها زخم وماذا عن المعارضة من داخل مجلس النووي بلاد الحكومي اللي برزت مع القوات اللبنانية على سبيل المثال عادة في صار تقليد معروف يعني بسناء الجلسة بصير في نوع من الاستعراض يعني مثل حكيت ما يطلبه الجمهور اللي حفظه خط الرجع مع يعني جمهوره بس ولكن بكل الحالات ستكون ثقة عالية لأن حاجة الناس للحكومة والكل جرب خلال هالسنة قديش حجم الفراغ اللي ممكن تحدثه غياب الدولة الكل يعني كنت انت ممكن حتى يعني حتى الدولة لو لك ما ايخز علي الدولة دولة غير لما بتصير الأمور فالتي وسايبة صارت العالم تقوص بعضها على محطات شفت كيف يعني لا ستكون ثقة باعتقد بالرغم من كل العراضات هلأ رهانات القوات ما بدي ادخل فيهم بس الهم مش رهانات انين دخلوا في مسار المعارضة منذ فترة ويستمرون في هذا المسار ويعتبرون انه ما تقدم لهم بحكومة نجيب ميقاتيه هو مثل الحكومة السابقة لا تغيير نشكلوا فيها بالحكومات السابقة على كل ما كتير نحن نصوب عليهم مش تصوير عم نحكي عم نحكي بالوجهة النظر هني بيعتقدوا وجودا الآن خرج الحكومة مكسب انتخابات بالانتخابات ما كنا نشوف بالانتخابات انتخابات سابتة على موعدها يعني نجيب ميقاتي التزم بان تكون انتخابات في 8 ايار وبالنفس النهار انتخابات اختيارية وبلدية شوف لقلك شغلة ده صار في تشكيك بتشكيل الحكومة البلد ما بيعيش فراغ مستعدام يعني انا بعتقد كل القوى السياسية عند حاجة للانتخابات النيبية لاستعود التمثيل الشعبي لان القوى التانية اللي عملتلي هذي الهامروجة وحضتلي علوينة كبيرة حتى الان ما بتوزن شي هن والمجتمع الغربي اللي دعمهم وإلا ما كان اضطر وطعطى بواقعية مع القوى السياسية الموجودة انا لا ادفع عن هذي الطبقة السياسية بالعكس يمكن اسوأ طبقة يعني ممكن واحد يوصفها بس ولكن امام الفراغ امام غياب البديل الجميع يحتاج الى سلطة الى دولة على الاقل لإعاطة انتظام الحياة السياسية والحياة العامة انما انا كنت اتمنى ان يكون في هناك معارضات حقيقية وجدية على فكرة الحركة الاعتراضية عند الناس ممكن نشوفها بالعزوف يعني عند الاقتراح يعني ممكن الناس ما تنتخب تكون النسبي قليلة لا فقدانا الثقة ولعدم وجود بديل كمان ولكن عدم وجود بديل بعتقد الرهان يعني على الانتخابات تأجيلة كذا من هو سيأخذ ناجم قاتل الانتخابات يعني هو قلب بتركها لبعدين بس بالمنطقة هو شخصيا معلوماته هو لان بعتقد ما سيترشح لان يترشح هيك معلوماته سيحدى الصدمة اذا لم يترشح بعتقد هو لانه ستكون هيك بادرة جميلة من ناجم قاتل لانه قيل انه ارتبط ترشيحه او انترتبط اختياره مشركته رأي شخصي انا لن يترشح يعني على الانتخابات وانا يعني شوي يعني سامع منه هذا الحكي قبل ما عمل رئيس حكومي هو ما كان بقى عنده يعني الرغبة هلا بيكون عنده كتلة بيكون عنده كذا هذا غير موضوع هذا يحق له بس بعتقد هو كشخص بعتقد هذا الحكي من اكتر من السنة ما كان بعتقد عنده هذي يعني ما قيل جميل منه جميل لمجرد هو تطوع بان ياخد هذي المرحلة يلي تهيب الكثير وهربوا منه يعني في ناس حتى انت لما جبت حكومي لتوقف الانهيار يعني هايك تشبيه انه بوسطة رايحة على الويدي يعني كنت بتحتاج لشوفير يوقفه يعني على الاقل وانا اضطار انه يرتطن بسخرة بس توقف للأسف يعني تركوا الدركسيون وتخبوا مع الركاب هربوا يعني على الاقل هو جاء بهذه اللحظة لحظة مسؤولة شو بدك عن المكتسبات بتاستفيد من الوقت لانه انا بعد عنده يمكن دقيقتين التعايش داخل هذه الحكومة التعايش بين المكونات لانه حضرتك قيلة وكما بلشنا بالحلقة هذه حكومة سياسية بوجوه تكنقراطية الوكيل موجود كيف رح يكون التعايش في علاقة جيدة بين نجيب ميقاتي وجبران بسيل علاقة جيدة بين نجيب ميقاتي وسعد الحريري علاقة جيدة بين نجيب ميقاتي والجملات نمهبر حزب الله الجميع ممثل المرادة الجميع ممثل بهذه الحكومة حالة التجانس متوفرة قائمة نعم موجودة بس بالسياس بتعرف انك نكاتي السياسية المشاكل السياسية اللي قد تطرق وتطيح ببعض ما يريده لو نجيب ميقاتي حسابيته سياسية ما بعتقد كان غمر وقال يعني ما رح شغل سياسي بالحكومة موضوع الانقاذ غير السياسي بس حتى الانقاذ وجهة نظر يعني خلينا نقول على الأقل القوى السياسية مش معين الآن بالتفاهم والتعاون والتجانس على الأقل يعني أنا بعتقد الانهياض سيصيب الجميع كيف لا ترجع تقعد على نفس الطاولة وتقبل بالمشاريع يلي قد يقدمها كل طرف شوف على الأقل الآن قبل ما نحن نفتش عن النقاط الخليفية خلينا نبحث عن النقاط يعني مش عم نفتش عن نقاط خليفية عم نحكي شو بانتظار هذه الحكومة على الأقل هالقوى السياسية اللي شاركت بالحكومة الآن متفاهمة متجانسة على الأقل ولا ما كان شارك يعني خاصة كل واحد يعني أخذ ما يريد يعني إذا بدك هيك يعني حتى بالحق بالمحاصصة للأسف يعني بس خلينا نقول الأنوان الرئيسي ينطلق من شخصين حتى رؤساء ثلاثة فخونة الرئيس يريد يعني أنقاط سريع الرئيس نجيم يقوتي تطوع لهذا الأنقاط ورئيس نبيه بره ورئيس نبيه بره وشكل مصلي هذا التلائم بين الرؤساء الثلاثة رغم العلاقة المتواترة بين رئيس نبيه بره ورئيس عون يعني خليني أقول أنا بالتكتيك أنه هذا جائز يعني ما أنت بالبنان بالتكتيك يعني كل طرف يتميز عن الآخر عند وجهة نظر عنده بالتكتيك جائز بالاستراتيجة الآن مش مع يعني عند كل القواسيسي حتى اللي شاركوا حتى اللي شاركوا هو الآن يفترض أن يكون متجانس وضمن خلين نسمي على الأقل رؤية وحدة وهي التي تجمع الحكومة أو الوزراء وهو كيفية الأنقاص بدي أختم أنا خلص وقت البين الوزاري سريع أو بدي هيك منك بوجهة نظرك موعد أسبوعين ده أكتير أسبوعين كتير أسبوعين يعني قد تكون خلال أسبوع على أن تأتي جلسة الخطة خلال طبيعة الرئيس ميقوتي أو طبيعة الحكومة الآن سريع سريع حركة دراميكية هي حكومة كمان أنقذية كبيرة هي شو بنسميها هاي الحكومة إجت حتى تفرمل الانهيار لذلك الآن ما أمامه يعني هو سباق مع الوقت على أمل على أمل أنه اللبنانيين يستعيدوا الثقة على الأليلة بالحكومة ونرجع نقدر نرسم خارطة للعمل والنهوض شكرا يا رب شكرا لك السيد سامير الحسن الكاتب والمحلل السياسي شكرا لك شكرا طبعا للمشاهدين أيضا على المتابعة إلى اللقاء